اشتركوا في القناة وجميع منتسبية الامانة العامة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة وفتح افاق ارحب نحو مزيد من التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول العضاء لما يعود على شعوبها الشقيقة بالخير والازهار واثنى حافظه الله ورعاه على الانجازات الرائدة التي حققها مجلس التعاون منذ تأسيسه في مختلف مجالات العمل الخليجي المشرك وبالمكانة الرفيعة التي يحطى بها على الساحة الاقليمية والدولية واسهمته الفاعلة في التنمية وتعزيز الروابط الاخوية بين دول وشعوب المجلس وارساء دعائم الامن في المنطقة وقد بارك جلالة الملك المعظم مذكرة التفاهم التي تم توقعها بين وزارة التربية والتعليم جامعة البحرين والامانة العامة لمجلس التعاون في مجالات التعليم والتدريب والدراسات والبحوث ونشر المعرفة وذلك في إطار سعي الامانة العامة إلى تعزيز التنسيق إلى جانب التعليم والمعرفة بين دول المجلس من جانبه عرب الامين العام لمجلس التعاون عن بلغ شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على توجيهات جلالته السديدة واعتزازه بدعم جلالته للجهود التي تقوم بها الامانة العامة لمجلس التعاون وكافة منتسبيها لخدمة مسيرة المجلس الخيرة مثمنا الدورة الفاعلة لمملكة البحرين بقيادة جلالته وجهودها المشهودة لتطوير منظومة العامل الخليجي المشرك وتحقيق أهدافها السامية